اشتركوا في القناة المدرب الكامل فخور بما حققه في مونديال السيدات مدرب المنتخب المغربي النسوي يفجر بتصح لا يصدق عن مواجهة فرنسا في جمع النهائي مونديال أستراليا نيوزيلاندا المهاجم المغربي أيوب الكعبي يطالب مهلأ من نادي أولمبياكوس اليوناني من أجل التوقيع في صفوفه بعدما لعب طنجا اغلق مركب الريادي مولاي عبد الله بعاصم الرباطة لتوسيعه وتغطيته بالكامل تحدثت لوجيني لومورس مهاجمة المنتخب الفرنسي على المفاجأة التي فجرها المنتخب المغربي النسوي بالصعود لثم النهائي كأس العالم للسيدات وقطع المغرب تذكرة العبور لدور 16 بعد احتلال وصافت المجموعة برصيد 6 نقاط ليدرب موعدا ضد المنتخب الفرنسي في ثم نهائي وقالت لونو سومور خلال المؤتمر الصحفي كنا نفكر في تأهل ألمانيا أو كولومبيا وذلك تفاجأنا بصعود المنتخب المغربي حيث تبعت قائلة كل أمور وردة لا أعتقد أن ألمانيا تساهلت ضد كوريا جنوبها لكن هناك منتخبات تظهر بشكل قوي وتحقق نتائج غير متوقعة وشددت قائلة تحافظ على سوريكنا ولا ننظر باستخفاف إلى أي خصم نحن متواضعة للغياء ونوهت لونسومور المغرب أقل مستوى على الورق لكن عندما نتابع مساره فهو يملك الجودة نحن مرشحات ولا نخفي ذلك وأوضحت في تصريحها قائلة نلعب بطموح كبير لكن هذا الأمر لا يتغير لأننا سنواجه المغرب نملك خبرة أكبر بكثير من الخصم وعلينا الاستفادة من ذلك هنأ باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منتخبات المغرب نيجيريا وجنوب إفريقيا على التأهل التاريخي إلى ثم النهائي كأس العالم للسيدات وقال موتسيبي بلاغ عبر موقع الكهف الرسمي الاتحاد الإفريقي الدولي لكرة القدم 54 أعضاء في الكهف يهنئون نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا على تأهلهم التاريخي والمستحق إلى دور 16 لكأس العالم السيدات وأضاف قائلا المنتخبات الثلاثة جعلت إفريقي بالكامل فخورة بمستواهم بفضل ما حققوهم الانتصارات صعبة في نهائيات كأس العالم للسيدات وقورة القدم النسائية في القارة الإفريقية ينتظر مستقبل مشرق واختتمت حديثة بالقول إن الانتصارات منتخبات المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا ستساهم كثيرا في تطور القرى النسائية ونموها في القارة الإفريقية وأتمنى للمنتخبات الثلاثة التوفيق في المباريات المقبلة أكد رينالد بيدروس مدرب المنتخب الغطي المغربي النسوي على صعوبة المواجهة المقبلة أمام المنتخب الفرنسي برسم ثم النهائي كأس العالم للسيدات أستراليا نيوزيلندا 2023 وقال بيدروس في تصريحات صحفية عقب الفوز على كولومبيا بواحد لسفر المواجهة المقبلة ستكون خاصة بالنسبة لي لأننا سنلعب ضد فرنسا لكن ما يهمني هو الجانب الرياضي وتابع المدرب الفرنسي قائلا لقد حققنا للتو إنجازا في ثلاث مباريات والمواجهات المقبلة ستكون صعبة لأنها مباريات خروج المغلوب ويظل كل شيء ممكن وأردف قائلا أعرف المنتخب الفرنسي جيدا إنه فارق قوي جدا ويمتلك اللاعبات تم تمتعنا بخبرة كبيرة وعلى المستوى العالي للغاية واختشم حديثه بالقول ستكون مباراة صعبة أمام فرنسا ولكن إذا كانت لدينا نفس الحالة الدهنية التي كانت لدينا أمام كولومبيا يمكننا أن نأمل في التأهل وسنبدو لقصار جهدنا لتحقيق ذلك كشف التقارير الصحافية اليوم الجمعة أن الدولي المغربي أيوب الكعبي توصل بعرض من فارق ندي أولمبيوكس اليوناني من أجل الاندمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة الانتقال الحرة ووفق للمصادر فإن أيوب الكعبي يدرس العرض الذي قدمه له أولمبيوكس اليوناني بعدما كان قريبا من الاندمام إلى فارق سامسونس بورت ثوركية وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المهاجم الدولي المغربي البارغ من العمر 30 عاما طلب مهلة 24 ساعة من نادي أولمبيوكس من أجل الرد بشكل نهائي على العرض الذي ترقهاها وكانت تقارير الصحفية كشفت في الأيام القائلة الماضية أن صفقة انتقال أيوب الكعبي إلى سامسونس تركي في الامريكات الحالي فشلت بسبب خلافات حول بعض البنود العقد الذي عرضه الفارق التركي ويصار إلى أن أيوب الكعبي بات لعبا حرا بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بنهادسة القطري بنهاية الموسم الرياضي المنقذي انطلقت الأشغال بمركب مولاي عبد الله بالرباط بعدما تقرر إغلاقه ليكون جاهزا نهاية سنة 2024 بحالة جديدة بمواصفات عالية وذلك تأهبا لتألله استعدادا لإحتضال المغرب منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 وبدأت شركة المكلفة بالأشغال بتوسيع الملعب من أجل إزالة الحلبة الخاصة بألعاب القوى وإضافة مدرج إضافي المشجعين حيث سيساهم في الرفع من عدد الجماهير المسموح لها بالدخول لكي يصل إلى خمسون ألف مشجع وسيعرف الملعب داته تغييرات عديدة على المستوى العديد من المرافق التي ستساهم في نظام الولوج إلى الملعب وإحداث المرافق الصحية الحديثة بالإضافة إلى تغطية الملعب شكرا على حسن المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة